سمعت صوت الانمشا احنا في اخر الشهر وعايزة تعملي وليمة حلوة تبسطي بيها ولادك وكمان الكبار والصغيرين هيحبوها عملنا النهاردة وليمة بربع كيلو لحمة ما تتخيلش كانت طعمتها ايه وجمالها ايه لأ وكمان وعملنا ياه طبق ريجيم طبق للضيت زي ما انت تبخل لأكل بيتك انت كمان هتاكل وهتخسك نفس الوقت تعالوا نشوفوا الاكل الحلو ده اعملنا زي واعملنا بربع كيلو لحمة وريجيم وضيت وضيت وريجيم واكل والعيال وهيسة وزنبليطة كل ده بربع كيلو لحمة وعدنا اليوم يلا بينا نشوف هنعمل ايه بصوا مقرمشين 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 ومخرفشين ومن جوه شكلهم يجوع مجد بجد في صعب يا صباح عسل يا صباح اخضر يا صباح سكر يا صباح رات بصوا انا بعد ما فطرت وفطرنا كده وزبطنا قلت ايه بتي انا اشوفوا اقوم اعمل غدا نهاردة الخميس انا مكنتش بطبخ يعني اللي عارف ان انا يوم الخميس مش بطبخ بس انا مبراح ما طبختش فانهاردة ما اصلا هقول بقى كلمة اصلا انهاردة الخميس مش بطبخ ده انا بقى سيطر ريخي مبقى فالمهم يعني قلت ايه اقوم اعمل كده نهاردة الخميس مكارونة وكفتها كده بتراحل النهاردة اصلا كنت انا كمير مستنية فيه جزار كده جاي هنعمل تحدي خير كده كنت قلت بحاجة كده اصغنططة وتحدي خيال الجزار دي حكي علي ايوم ما جاي فمش مكتوب لي بقى ان انا اعمل تحدي خير النهاردة فقلت اعمل شوية مكارونة وشوية لحمة كده عسرية والحياة زي الفولي فايه؟ قالم الدنيا دي ونعمل شوية مكارونة سبا كده ونزبط الدنيا صباحكو عسل وهنا تعالوا بقى اجيبلكو انا فطرت ايه؟ وبعدين نرجع لشو بان طبخنا هنطبخ ايه؟ اول حاجة كده نبتدي بوجبة الفطار اللي هي شبه الاطفال دي كده هيا انا الناس بتاخدها سناك انا اخدتها فطار بس فطار ايه بقى؟ دلع دلع يعني اول كده مسحيت من نوم جبت ايه؟ بصوا انا بقولكو القرمشة فضيع ويجوع زيادة عن المزوم بجد خطير اول حاجة كده جبت ده من السوبر ماركت ده خبز الرز خبز الرز ده خمسة منه يعني عادل توستية واحدة الخمسة يعادل توستية واحدة يعني ناشف خبز رز ومش هيدخل لأ هو كده مقارمش كده ونافش هعمل زي الفشار يعني بيبقى حلو مش بيع يعني مش حلو اللي هو طعمه حلو لأ مش بيع يعني حطيت كده عليه زبدة الفول السوداني وحطيت عليه دي شوكورة دارك zero وحطيت عليه موز يعني حطيت اول الخبز وعليت الفول السوداني وكان الموز هي أسمتها بالنص حتفعلها الشوكورة الدارك وسبتها تبرد كده في التلاجة عشر داية عمال مكون انا عملت الايه المشروب الحلو بتاع نسقافي بلاكبا اي نسقافي عندي بتحبي استعمالي معلقة السكر ستيفيا كل ده ضايت اهو سكر ستيفيا شوكورة دارك موز في زبدة فول السوداني كل الحاجات دي حلوة حلوة ممكن تاخد ده الواحد وده الواحد وممكن تاخديها سناك انا بحبها اخدتها كفطار بصراحة بص بقى وحطينا كده على النسقافي لما ضربنا اللبن بقى والتالك واحلى سموزي نسقافي او اي سكوفي ايا كان يسمو ايه وم شربي ودلعي نفسك بعد ما دلعنا نفسنا دخلنا بقى جوا كده على المطبخ قلنا ايه نطبخ بقى النهاردة اكل النهاردة الخميس طبعا انا قلتلكو نطبخ اكل الخميس بقى اللي هو مكارونا بقى عادس الحاجات التقليطية نفس الوقت انا كنت مرح جايبة وانا في السوبر ماركت يعني انا مش ربعي كيلو لحمة بالزبط هو حوالي مثلا 350 جرام 400 جرام يعني مش نص كيلو اقل من نص كيلو شوية انا طلعته كده يفك معايا شوية وقمت هنعمل ايه طلعت كده طلت بصلات زغنططين عشان انا هقسم البصرة مش هقسم اخد حتة كبيرة للحمة والباقي هسيبه للمكارونا بس انا بكون ايه عملته في الكابة كده مرة واحدة جبت كده بولة عشان نطلع فيها اللحمة المفرومة ونعجن فيها قبل ما نعجن بقى اللحمة المفرومة عادت كده نقي شوية خضرة وغسلتهم حل وقلت خرطهم عملت ايه بقى دي خضرة على شبت خضرة عكفتها في اللحمة بتبقى تعمها حلو قوي انا بحب الخضرة في اللحمة بصراح عايزة تستغني عانا مش مهمة بس تبقى دي دي تعم كده تعم المطاعم يعني خلاص قعدت كده خرط الخضرة زي ما انتوا شايفين والبصل خلاص جهز معايا معاد شغال اللحمة انا طلعتها في الحط فيك اول مسحك منه هي كده 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 كنت انا جايبان برح في السوبر ماركت كانت عن تفات حلة وكانت كيلو بتمانين جنيه فيعن انت فاهمة ان انت لو حسبتي حوالي قولي مثلا نص كيلو اربعين جنيه ده اقل من اربعين جنيه حوالي ثلاثين جنيه على بطاطسيتين من عندك وعملتي اكلة حلوة وليمة فجمده جمده 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 بص خلاص هي اللحمة دي اقل من نص كيلو لو هو الطبق مليان كده يعني مزبوط بيبقى نص كيلو طلعتها كده وحطتها في الطبق والبصل انا هاخد تلات تربع البصل اللي انا عاملاي يعني بصلتين وهسيب بصلها كده المكارونة عشان ايه احطها على المكارونة بقنا كده خلصت البصل مرة واحد حط عليها شوية خضرة حطي بقى عليها البورات اللي انت بتحبيها اول حاجة هايزا اقول لكم البتاعد مطحنه انا جايبان بره دي هباليتني بصوا من تحت ملحه والناحية التانية فلفل انا حطى ملحها ملايا اللي هو بيتخنش وما بيخليكش تعاندك احتباس مية يعني احنا حرمنا نفسنا من السكر الابيض والملح الابيض فكده احنا في انجاز يعني وده فلفل اسود الناحية التانية ملحه والناحية التانية فلفل اسود وتقفليهم بقى كده يا سلام يا سلام يعني بصوا احلى الحاجة اللي انا جبتها في حياتي فرحانة بيها جدا دي بقى سبع بهرات بهرات لحمة انا عمتا عالي مش بيحب بهرات يعني انا بحب ملح وفرت بس بس انا حطيته عشان ولاده كده وحطيت لها معلقة بابريكة المابريكة دي بابريكة حرة في بابريكة مدخنة عند العطار جربوها هتعجبكو جدا ومع لقتين كده بقسمات بس وهنعجن بقى ده كله كده ببعضها كفتة طريقة الكفتة العادية كده تاني اللي انت بتعمليها يعني مفيش اسهل من كده الكفتة ربع كيلو لحمة عندك ربع كيلو لحمة انا عندك تر من ربع كيلو شوية بس انت لو عندك ربع كيلو برضو هيعملك وليما جندا يعني عادت كده عجنت ده كله بس كانت اللحمة سقعة شوية في ايدي فكانت سعبة بقى في العجنية المهم عجلت ده كله كله كده ببعضه يعني هي مفيش فيها زيوت مفيش فيها دهون خدوا بالكو احنا عطينا بصل وخضرة فده حلو جدا يعني لو عملتي ليك بقى انت المعدار البروتين اللي انت المفروض تخديه في يومك فحلو جدا يعني احنا دمرنا بقى لنا شهر مبوزين الدنيا قلنا بقى ايه نبدأ يعني هو مش ريجيم انا مش ريجيم ولا طيط ولا حاجة ناكل من الاكل البيت العادي بس مخفيفين شوية منه وربنا يكريم يعني ودينا الصحة ويدو كل واحد الصحة يرى عدت كده كور الكفتة كور زغنطوت على حسب ما انت تحبيها بس كبرتها قوي هتبقى صعب بصوا بقى القلال هواية او تتخليم الفرن برحتك انا رشيت رصة زيت كده في القلال هواية وحطتهم بس يعني ممكن تستبدال خطوة دي وتتخليم الفرن ايايا بس دي يعني ايه انا بحبها هي عندي وبحبها مش عندي كعملها في الفرن يعني كانت الاول بعمل على طول في الفرن وحطت كده اللحمة رشيت اول رشت زيت زتون تحت وحط فوق على الوش جده رشت زيت زتون بس خلص يعني هما ما جابتش نص المعلقة هنا وهنا كفتة كلها ما اخدتش معلقة زيت زتون وخلص سيبها كده تشتغل على درجة حارة 20 دي تعالوا بقى كده نقشل البطاطس انا لو كان عندي بطاطس كتير شوية كانت تزبطت الدنيا اكتر بس انا كانتش عندي بالنص كيلو بطاطس قلت يا بيدي انا شواء ايه هتكمل الوصفة ومش هنقف اشارت كده نص كيلو البطاطس وقطعته عشان يستوى بسرعة ما ياخدش معايا وقت في السليق عشان هو ده الطبقة اللي انا هغلف بيها اللحمة المفرومة عشان تدي كده طعم كده وكمال وارماشة وحلاوة وحجم وكل حاجة خرتنا كده خلاص البطاطس كلها ننزلها كده على المية السخنة اللي احنا مولعين عليها اول ما بدأنا نقطع البطاطس عشان ننجز وقت خدنا كده البطاطس وروحنا نسلناها على المية السخنة بس كانت القلاية خلاص طلعت بصه خلاص طلعت لون جامد مفيش فقال من عشر دقايق المية اللي احنا كده مولعينها على المكارونة نساناها وكانت هتنشف الحمد لله لحق ان نفسنا نسلنا كده بمكارونا نوعين مكارونا سباكيدي ومكارونا شرايط لاني معادش عندي مكارونا سباكيدي كتير وانا نسيت اجيب خلاص كده والبطاطس خلاص هتطلع هي طلعتها يدوب استوت مفيش في عشر دقايق عندي بقى مكارونا شوفان انا ليه انا مكارونا بشوفان الشوفان اخاف من ديه ميوم مرة فعندي مكارونا كده بشوفان بحط منها مفيش مقدار تلات اربع معالق يتسلقهم مفيش في خمس دقايق وهصف فيهم هو عمتن بيكيبلك الدقايق على علبة المكارونا البطاطس خلاص طلعناها بنهرسها كده زمان انت شايفة حطي عليها بقى ايه شوية ملح صغنططين شوية فلفل عايت حطي بابريكا حطي انا حطيت ملح وفلفل بس لاني كمان كده كده انا حطى في اللحمة اللي هيبقى الاطمة اللي هتغضيها هيبقى فيها تعمل بهارات كلها فملح وفلفل بس وحطي لها شوية خضرة وشوية جمنة زمانططين كده يعني عند الجمنة شوية ما هتبقى احلى يعني بس انا عند جمنة متزرية لحطيت شوية زمانططين كده كده احنا مش عايزين لمطة ولا بتاع احنا عايزين بس تدي طعم يعني وخلاص فكده قلبت البطاطس اهو اسيبها بقى ايه سويني وتعالوا ان احنا نشوفوا المكارونا عشان المكارونا دي مش هتغيب معانا في السوء انا حسيتها ان هي حطيت كده بصلايا عشان ايه نعمل مكارونا بصلايا دي اللي كانت متبقية متكبل مرة الاولانية كده نخلاص في القصرولنا التانية المكارونا ما اخيتش معي السوء شلتها كده في المصفى واخدتها عند الحود اخسلها عشان ننزل منها النشويات كمان اللي فيها بصلايا نزلتها وعليها معلقتين ثلاثة صلصة وحبت ملح حبت فلفل اسود ويعني بس خلاص مش هنحط حاجة تانية كده لا احط حبت بابريكة عشان تدير لون حلو للطماطم حبت بابريكة كده صغنططين والمية اللي هي كانت سريه المكارونا نزلت كده على الصلصة ما بتخدش خمس دقايق بتكون السبكت معنا ونزلنا عليها بالمكارونا شلت بس كده معلقتين صلصة عشان المكارونا بتاعتي اللي بيشوفان قلبنا كده المكارونا وهنوطي عليها العين انا هقلبها بس عوديها على العين واطية واسيبها ده المكارونا بتاعتي اللي بيشوفان حطيتها عليها مفيش تقلبتين اتنين هي بس عبها ان هي ما بتمسكش يعني طماطم قوي يعني ما بتحمرش قبيل استحلوة برضو جبنا بقى ثلاث بولات حطينا كده بيت وده بيت اورجانيك يعني ايه بيت اورجانيك يا نشوة لا ده بيت بلدي حبيبتي لسه جايبينه من عالسطح فاحنا سميناه اورجانيك يعني نجيب اكتر من بيت طبيعي لسه جايب دلوقتي متبط فالمهم يبدي اورجانيك نزبنا عليه مفيش معلقتين لبن وفي بولة تانية حبت دقيق والتانية ده ده فيجيتار بتبع من عند العطار احطله بس حبت ملح هنا وحبت بس وحبت فلفل وخلاص هو جاي اصلا عليه بوهراته وطعمته وحلوته وجماله وحلو او اي بقصمات عندك براحتك يعني مش لازم ده خلاص بقى كدنا الطاصة ايه ده حلة المكوانة كنت جايبها من اول معلش معلش المهم كده قلبنا البقصمات على حطيت لهم بس كده على الفيجيتار لما لقيت كورنفليكس الكورنفليكس بيدي شكله وقرمشها والولاد بيحبوا قوي طلعنا كده البطاطس واللحمة المفرومة هي قدامنا بيت اجيب البطاطسها كده فردها وغلفها كده بصوا احشي كده اللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين اها واحنا بقى اللحشينا البطاطس لحمة الناس كلها بتحشي البطاطس الناس كلها بتحشر بطارس باللحمة لأ احنا اللي بنحشر اللحمة بطاطس يعني عشان تعرفه بس انا عكست الكلام صح ما علينا الموم يعني ان احنا متفاش خارين يعني وخلص وبعدين تنسلها في الديقي وبعدين تنسلها في البيض اللي احنا حطناها عليه نقطة لبن وفي البقسمات بتاعك او الفيجتار بتاعك اللي عندك اعمليه اعمليه اهو دقيق وبعدين بقسمات بس بتعملي بقى كمية كلها هتدها تصرف معك وهتعملك سرفيس محترم ده كله وهاخد حبة وديهم عند القلاية انا هاخد ليها تلاتة يعني انا هاخد ليها تلاتة حلوين امي على طبق مقارونا محترم على طبق الصلطة وعيشي بقى مع نفسك يا هتطوم هلاقي تسيت وتعالوا بقى كده نشوف الباقي في الزيت بقى للولاد والعالي وكده حطينا الباقي بقى في الزيت وحمرناه عايز اقول لكم طالع لونه فظيع ومخارفش في استجمالك بدكت وكدت كان حلو ومخدش معاك الثواني على النار نطلع بقى كده المقارونا اللي اسبكت بقى والشرائط هما اللي اتنين اجوا مع بعض يعني ده على ده مش مشكلة هنعدي اللي لا يعني هنعديها على قد بقى اللي موجود وعملناه خلاص المقارونا عملنا بها طبقين عشان طبق يبقى مثلا قدام اتنين وطبق يبقى قدام اتنين مدتش حطي كل واحد طبق كده لأ عشان نبقى السفرة كده شكلها حلو كده وصير في ساب بقى ووليمة وإحنا اصلا عاملين ربع كيلو لحمة ما كملناش الاكل ده ربعين جنيه وهيصنا وبهدلنا الدنيا يعني بصوا شوفوا الكفتة طالعة شكلها هامل ازاي فظيحة 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 شايفين كمية كفتة قد ايه بعد ما عملت كل كمية الكفتة اللي بالبطاطس اللي انتم شايفينها لقيت البطاطس معايا خلصت لان انا قلتلكوا البطاطس كانت قليلة انت لو كان عند البطاطس كتير شوية كنو كبرنا كمان حجم الكفتة وكانت قات كده الباقي بقى بتاعت اللحمة انا عملت بالبني يعني كفتة اللحمة انا حتتها كده البيت somebody بصمات ما غير البطاطس كده خمالتها بني وحمرتها ورا البطاطس ولا اللحمة بالبطاطس وطلعنا الصنية دي بصوا بقاء الجمال بصوا يعني وليمة وليمة يعني مش اي كلام عايز افتحالكم بقى من جوه عايز قديكم ارمشة جدا 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 وكلها بصوا من جوه وعمالة ستاة يعين انت لو عندك عزومة وعملت من الدنيا اللطبأ الجانبية بتاعت العزومة هيتابعنوا عليها طبقي انا بقى بصوا طبقي انا بتميز بطبقي بصراح الطبق بتاعي خليك تتجنيني وتعمل الرجيم شوية صلطة بقى كابوتشي جركير اللي عندك احبت صلطة برحتك طلعت بقى اللي نكت حطاهم في الارفراير من غير زيته ومن غير اي حاجة وطبق غني جدا مشبع وفي نفس الوقت خفيف واكل حلو